المتابعة والتحليل ينضم إلينا هنا في الستوديو الدكتور مخيمر أبو سعد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة دكتور مخيمر أهلا بك أهلا وسهلا ماذا يمكن أن يعلق المرء أمام هذه المجازر والمشاهد المتكررة التي من القطع بصراحة ونحن نستمع إلى السيد محمود بصل مدير الدفاع المدني ونشاهد ما يحدث من مجازر وعبادة على مدار التسعة أشهر الماضية لم يحدث مثل هذه المذابح وهذه المجازر منذ الحرب العالمية الثانية والأسوأ من ذلك دعني أضيف نقطة أخرى هنا ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في المعتقلات والسجون الإسرائيلي وخاصة معتقل سديتيما الذي توجد فيه أبشع أنواع العذاب أنا أعتقد أنه قد يكون المجتمع الدولي لا يعرف عن كل ما يحدث من قتل للأبرياء على الرغم هذا هو عبارة عن بث حي أمام كل العالم ما يحصل من قتل للأطفال والنساء وهذا التدمير وأساليب التعذيب الوحشية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون ولكن أنا أعتقد أن العالم سوف يكتشف هذه المجازر والمذابح بشكل أكبر عندما تتوقف الحرب وتبدأ وتدخل الصحافة الأجنبية والدولية إلى قطاع غزة لأنه حتى اللحظة لا يسمح للصحافة الدولية بالدخول إلى قطاع غزة فقط يعني الاعتماد يتم من خلال الصحافة الفلسطينية وقنوات مثل قناة الغد التي تبث بشكل مباشر من قطاع غزة ولكن أعتقد أنه بعد الحرب ستتكشف أمام أعين العالم هذه الجرائم وهذه الوحشية غير المسبوقة بصراحة ولا أعرف كيف ستدافع إسرائيل عن نفسه لأنه ما حصل يوم السابع من أكتوبر لا يبرر لإسرائيل بأي حال من الأحوال هذا القتل وهذا الضمار وهذا التعذيب الوحشي الذي يطال كل مواطن فلسطيني تقريبا في قطاع غزة أم خيمر هل تعتقد حقا بأن العالم لا يعرف هذا المستوى من الفضاعة والبشاعة التي ترتكبها إسرائيل في القطاع اليوم الصورة أصبحت عابرة للحدود عابرة للقيود نشطاء فلسطينيون موجودون داخل قطاع غزة يوثقون ويرسلون يعني أصبحت الآن الصورة موجودة حتى على شبكة التواصل الاجتماعي هل العالم فعلا فعلا لا يعرف؟ دعني أقول أنه جزء من العالم يعرف ولهذا شهدنا هذه التظاهرات المليونية في عواصم أوروبا وفي أمريكا وفي بعض دول العالم الإسلامي والدول العربية تظاهرات عمت العالم منذ أكثر من تسعة أشهر لأنه جزء من العالم يتابع هذه الوحشية الإسرائيلية وهذه الجرائم الإسرائيلية ولكن للأسف جزء من الرأي العام العالمي مشغول بحياته اليومية بظروف حياته ولا يهتم كثيرا بالأوضاع السياسية ولكن أنا أعتقد أن هناك نقطة أخرى وهو أنه هناك حالة تخويف إسرائيلية أو حالة تخويف يهودية للرأي العام العالمي وحتى الصحافة الدولية كل من يحاول أن يتحدث عن هذه الوحشية وهذه الجرائم الإسرائيلية يتهم بمعادات السامية يتم إسكات هذه الأصوات التي تحاول أن تنتقد إسرائيل شاهدنا ذلك في الجامعات الأمريكية عندما تم الاعتداء على المتظاهرين واتهموا هؤلاء المتظاهرين على الرغم من أن بعض هؤلاء المتظاهرين هؤلاء المتظاهرين هم يهود تظاهروا تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتضامنا مع غزة ولكن دائما كانت هناك تهمة معادات السامية جاهزة لكل من ينتقد إسرائيل وجاهزة لكل من ينتقد إسرائيل كذلك في أوروبا ولذلك هناك حالة تخويف للإعلام الغربي وهو بطبيعته للأسف إعلام يتم السيطرة عليه بشكل كبير من قبل المال اليهودي والماكنة الإعلامية اليهودية هي التي تسيطر على معظم وسائل الإعلام الغربي مع أنه دكتور رد على هذه الاتهامات الجاهزة بمعادات السامية من قبل المحتجين بأن معادات السامية شيء وانتقاد دولة إسرائيل شيء آخر لكن هناك سؤال مهم دكتور مخيمر ما دلالات أن تستهدف إسرائيل بشكل متكرر مثل ما تابعنا من خلال مراسلين وأيضا حتى الناطق باسم الدفاع المدني في غزة استهداف إسرائيل المتكرر لمدارس تؤوي نازحين في القطاع وهي تحاكم في نفس الوقت بارتكاب أعمال إبادة جماعية في القطاع أعتقد أن إسرائيل تجاوزت كل منظومة القيم العالمية تجاوزت كل الحدود الحمراء هي كما قلت ليس فقط تقوم باستهداف مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي ترفع علم الأمم المتحدة بالأمس تم استهداف مقر الوكالة الغوث في مدينة غزة ولكن انظر ماذا حصل اليوم في الكنيسة مثلا تم تمرير قانون في لجنة الأمن والخارجية في الكنيسة الإسرائيلي باعتبار منظمة الأنر وهي منظمة إرهابية يعني الآن ليس فقط يتم استهداف مؤسسات الأمم المتحدة ومدارس الوكالة وعيادات وكالة الغوث ومراكزها التي يتم اللجوء إليها كمراكزي والآن يتم استهداف وكالة الغوث وسيعرض هذا المشروع هذا القانون على الكنيسة بكامل أعضائها من أجل اعتبار الأنر وهي منظمة إرهابية ومحاولة طبعا إنهاء عملها في قطاع غزة وحتى في الضف الغربي ولذلك كما قلت إسرائيل تجاوزت للأسف كل الخطوط الحمراء وللأسف المجتمع الدولي بات عاجزا عن لجم إسرائيل ووقف هذه الانتهاكات تجاوزت حتى القضاء الدولي؟ يعني منذ أن صدر المؤتمر الصحفي الذي قام به المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية وأحيل الموضوع إلى المحكمة التمهيدية في محكمة الجنايات من أجل إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وقلانت وزير الجيش ولكن حتى اللحظة تماطل محكمة الجنايات الدولية تماطل بسبب للأسف تدخل بريطانيا كحكومة بمرافعة أمام محكمة الجنايات الدولية وقالت بما أن السلطة الفلسطينية ليس لديها القدرة على محاكمة الإسرائيليين وبالتالي هذا لا يعطي الحق لمحكمة الجنايات كي تحاكم إسرائيل ولكن يبدو مع الانتخابات البريطانية الأخيرة والتي فاز فيها بأغلبية كبيرة حزب العمال البريطاني يبدو سيكون هذا يعطي دفع لمحكمة الجنايات الدولية على اعتبار أن المدعي العام هو بريطاني والبريطانيا لها لا أريد أن أقول سلطة ولكن لديها تأثير على محكمة الجنايات قد تكون نتائج هذه الانتخابات البريطانية مشجعة لجهة إصدار قرارات اعتقال ولكن كما قلت مرة أخرى التدابير التي صدرت عن محكمة العدل الدولية منذ 26 يناير قبل تقريباً الآن ستة أشهر لم تلتزم إسرائيل بالتدابير التي طلبتها محكمة العدل الدولية هناك كما قلت مفترض أن تصدر مذكرات اعتقال إسرائيل أصيبت بحالة من الجنون أو أصيبت بحالة من تجاوز كل الخطوط الحمر كما قلت لأنها هي تعلم أن هناك دولة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية تقف وتصطف إلى جانب إسرائيل وكلنا يعرف بأن حتى نتنياهو يحاول أن يلعب على موضوع الانتخابات الأمريكية وهناك دعوة لنتنياهو لكي يلقي خطاب أمام الكونغرس على الرغم كل هذه الجرائم التي ارتكبها ولكن يتم دعوة لإلقاء خطاب في الكونغرس الأمريكي ولذلك للأسف نتنياهو والفاشيين في إسرائيل يشعروا بأن لديهم حصانة من العقاب بسبب هذا الدعم والاستفاف الأمريكي إلى جانب إسرائيل أو تعرف ماذا دكتور مخيمر المفارقة بعد كل ذلك يخرج بايدن أو بلينكين ويقول على إسرائيل أن تبذل جهود أكبر لحماية المدنيين في قطاع غزة وكأنها تبذل جهود بالفعل لحمايتها شوف يعني الولايات المتحدة الأمريكية وإن حاولت أن تجمل صورتها وأن تجمل سياستها في المنطقة هي شريك في هذه الجريمة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني بايدن كان قد حذر من اقتحام رفح ولكن نتنياهو والجيش قال في البداية هي عملية محدودة وبعد الشهرين الآن تم تدمير رفح بالكامل تم اجتيع رفح تدمير رفح لم يتبقى فيها لا بيوت ولا منازل ولا مدارس ولا حتى مراكز إيواء والولايات المتحدة كما قلت هي متواطئة لأن الولايات المتحدة تقدم الذخيرة تقدم السلاح لإسرائيل ورغم كل ما قدمت أمريكا على مدار تسعة أشهر يخرج نتنياهو ويتهم بايدن بأن هناك تباطئ في إرسال الذخيرة وتباطئ في إرسال السلاح الأمريكي وكما قلت هو يعرف أن هذا عام انتخابي في أمريكا والرئيس الأمريكي بحاجة إلى أن يتم عادة انتخابه ولذلك محاولات غير مسبوقة من قبل نتنياهو وحكومته للتأثير ليس فقط على الولايات المتحدة شاهد ماذا حصل بالأمس عندما كانت نتائج الانتخابات الفرنسية تقول بأن اليسار في فرنسا حصل على أكثرية المقاعد يخرج أفيكدور لبرمان وهو أحد عضاء الكنيسة هو وزير صابق ويدعو اليهود للهجرة إلى إسرائيل وكأن فرنسا باتت دولة غير مرحبة باليهود يعني يتم حتى استغلال كل ما يحدث في العالم لتجنيده لمصلحة الدولة اليهودية أو لمصلحة الحركة الصهيونية على مستوى العالم دكتور استهداف المدرسة في بلدة عباسان اليوم قبل أن يكون استهداف لأهالي القطاع هو استهداف لمنظمة الأمم المتحدة على اعتبار بأن المدرسة هي تابعة لوكالة الأنوات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة هل منظمة الأمم المتحدة استنفدت كل إجراءاتها من أجل إيقاف ما تنتهكه إسرائيل باستمرار سؤال مهم يعني أنا أعتقد أنه في بداية الحرب كنا نستمع كثيرا إلى أنتونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الذي ذهب إلى معبر رفح وزار معبر رفح مرتين للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزي كان يدعو دائما إلى وقف الحرب ووقف هذه المذبحة التي تحدث بحق الفلسطينيين يبدو أنه وصل إلى مرحلة لم يعد كلامه مجديا هذا أولا ولكن دعني هنا أشير إلى ما قام به قلعاد أردان قبل تقريبا شهر عندما صوتت الأمم المتحدة لصالح فلسطين قام ومزق المثاق الأمم المتحدة ولذلك هناك ممارسات إسرائيلية باتت تستهدف الأمم المتحدة كما قلت قبل قليل يعني هناك استهداف لوكالة الغوث التي أنشئت بقرار من الأمم المتحدة في عام 49 لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بعد النكبة يتم استهداف مقرات الأمم المتحدة وهناك كما قلت تمزيق لميثاق الأمم المتحدة اعتبار حتى شخصيات دولية شخصيات غير مرغوب فيها وتمنع مثل فرانشيسكا البنيز مقررة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي تمنع من دخول إسرائيل والأراضي الفلسطيني بمعنى هناك افتعال لمشاكل وافتعال لسياسات لمنع الأمم المتحدة من القيام بواجبها تجاه الفلسطينيين لمنع هذه الجرائم والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين هناك إجراءات إسرائيلية متكررة لاستهداف هذه المؤسسة الدولية تأثير ما تقوم به إسرائيل على الأرض من ارتكاب مجازر على استئناف المفاوضات غدا في الدوحة وبعد غد الخميس في القاهرة هنا في القاهرة يعني تصريحات نتنياهو الأخيرة هي تصريحات سممت الأجواء يعني دعني أقول بأن حماس يعني وافقت على مضض وافقت على مقترح بايدن الذي أطلق في الحادي والثلاثين من مايو الماضي قبل تقريبا يعني أكثر من ستة أسابيع وهي كانت لها شروط ولها مطالبات ولكن شعرت في النهاية أن نتنياهو لا يهتم لا للمحتجزين الإسرائيليين وممعن في قتل وتدمير الفلسطينيين ولذلك وافقت على مقترح بايدن بعد أن أجريت بعض التعديلات الطفيفة ولكن أصر نتنياهو على تسميم الأجواء من خلال حديثه عن أن إسرائيل متمسكة بما يسمي أهداف الحرب متمسكة بالقضاء على حماس متمسكة بتدمير قدرات حماس العسكرية وأنه يعني لن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة ولذلك كانت هنا ويعني هذا يعني وليس فقط تصريحات نتنياهو بل الحملة العسكرية التي تحدث الآن في بدءا من الشجاعية وفي مدينة غزة وفي رفع وفي شرق خان يونس هناك محاولة يعني كما يسميها نتنياهو بالضغط العسكري يعتقد أنه سيصل إلى حل أو يمكن أن يتم عودة الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين في نهاية الأمر أنا أعتقد أنه هي جزء من هذه السياسة هي موجهة للجمهور الإسرائيلي موجهة إلى شركاء نتنياهو الفاشيين في حكومة بينكبير واسموتريتش الذين يقولون علنا أنهم سيرفضوا أي وقف لإطلاق النار للحرب في غزة شكرا جزيلا لك دكتور مخيمر أبو سعد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر شكرا لك شكرا لك